تقريرنا إلى جاي ومشاهدينا عن ندوة أقامها المجلس الأعلى للثقافة بحضور العديد من رجال الثقافة والأدب في مصر الندوة كانت بعنوان التاريخ والشعر والدراما والندوة دي بتوضح كيفية تعليم الأجيال القادمة التاريخ عن طريق الفنون نشوف التقرير ونعود مرة أخرى ابقوا معنا للتعرف على العلاقة بين التاريخ والأدب عبر العصور نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان التاريخ والشعر والدراما بحضور عدد من رجال الفكر والثقافة في مصر سبب العقاد الندوة أن التاريخ بلعب ضغط في كل مجالات الفن والأدب فهنا الندوة بتتناول الرابطة بين التاريخ وبين الفن سواء كان شعرا لأن حتى العرب زمان أول ما بتدوا يكتبوا ما فيش تاريخ لكن كانوا بيكتبوا شعر فالشعر كان تاريخ العرب وبعد كده الشعر والأدب عبارة عن سلاح ضد أي حاكم أو أي طاغية موجود زي السلاح بالظبط بلكن ده أكثر تأثيرا لأنه بيأثر في فكر أمة السلاح ممكن يقتل واحد لكن الفكر ممكن ينول ألاف المقصود أن نحن نؤكد شيء موجود العلاقة بين هذه السلاسية الجميلة يعني اللي أبدأت أعمال كثيرة جدا في العالم وأنه فعلا يدور الشعر غائب مثلا يعني يمكن نحن من أيام صلعاب الصبور مثلا ما شفتناش بمصرحية شعرية يمكن فروق جويدة عمل مصرحية شعرية أو اثنين إنما إحنا محتاجين فعلا المصرح الشعري الجميل اللي لما كان بيتعمل في واخره يعني مثل 13-20 سنة كان فينا قد تيجي من العالم العربي عشان تحضر العرض وترجع تاني المحاضرون في الندوة اعتبروا أن الأدب والتاريخ هما وجهان لعملة واحدة والفرق بينهما أن الأول يكتب بلغة مجازية بينما يستخدم المؤرخ اللغة التقريرية لكتابة التاريخ التاريخ هو امتداد ويبودنا في الماضي وهذا الامتداد له حياته وله وجوده وحضوره في نفوسنا لأننا لا نستطيع أن نكون ما نحن عليه الآن إلا إذا تمثلنا التاريخ واستفدنا منه واستخلصنا عبره ودروسه التي نستطيع بها أن نتقدم إلى الأمان الندوة تأتي في إطار الأنشطة والفعاليات الثقافية التي يقوم بها المجلس الأعلى للثقافة للنهود بمستوى الفكر والارتقاء بالثقافة المصرية أحمد مصطفى قناة دريم ترجمة نانسي قنقر